العلم قرر قراره لابد انزل القدارة كتب ممزقة وصفوف بلا مقاعد ومدارس أصبحت مرتعاً للأغنام أو مأوى للكلاب الضالة هذا هو حال التعليم في العراق بعد مرور شهر واحد على بدء العام الدراسي الجديد في ظل فشل واضح لوزارة التربية الحالية إعلان وزارة التربية الحالية عن إكمال استعداداتها لاستقبال الطلبة هذا العام جاء مجاف للحقيقة فالمدارس تشكو من اكتظاضها بالطلبة وتشكو الأخرى من خلوها من مقاعد الدراسة بعد التحاق نحو 13 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة وهو أعلى رقم يتم تسجله في العراق مع حاجة البلاد إلى نحو 9000 مدرسة بحسب وزارة التربية نفسها واستمرار الدراسة في المدارس الكارفانية المتهالكة على الرغم من مخاطرها فضلاً عن وجود الكثير من المدارس التي تلك أبناؤها بسبب فساد الحكومات المتعاقبة وإهدارها للمال العام مدرسة كارفان عبارة عن شلاب مكسر أفاياً كسر داخلها كلها شلاب مكسر فين أزمة نقص المدارس في البلاد ليست بأفضل حال من ابتزاز الملاكات التعليمية وتحصيل رشاوة لنقل المدرسين من مدارسهم مقابل أربعة آلاف دولار من خلال ملف تسوية الملاكات التعليمية من وزارة التربية بعد أن خضع الملف لأغراض انتخابية وسياسية بحتة واستثناء بعض المحافظات من ملف التسوية بالرغم مما تعانيه من نقص حاد في الطواقم التعليمية طبعاً المناشدة وصلتني في قراتب عن طريقة أولياء أمور الطلبة يشكون من عدم وجود كادر نقص أدهم بالكادر هم طلاب رابع أعداد مدارس بلا طواقم تعليمية وأخرى متهالكة ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج وتدني المستوى التعليمي وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة ونقص الملاكات التعليمية والكتب في بلد الميزانيات الانفجارية تخبط تعيشه وزارة التربية في مقابل ضيق يد أولياء الأمور عقباً خفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار والأوضاع الصعبة المترتبة على ذلك عند الأسر العراقية فبعد إعلان وزارة التربية الحالية تأمين الكتب المدرسية ودعوتها لأولياء أمور الطلبة بعدم شرائها من السوق السوداء ظهر زيف مزاعمها مجدداً بعد تسليم الطلبة كتباً ممزقة وأخرى تالفة لا تصلح للدراسة فضلاً عن النقص الكبير في الكتب ما حال دون تسليمها كاملة للطلبة الأمر الذي أثار غضب واستياء أولياء أمور الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد قبل أن تداري الوزارة فضيحتها بإعلان الاعتماد على النسخ الإلكترونية من المنهاج الدراسي ترجمة نانسي قنقر